أخيراً لن يكون السؤال عن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطروحاً بعد اليوم فالجثة استناداً إلى مصادر للجزيرة بمكتب الادعاء التركي أذيبت بالكامل خلاصات كشف عنها بعد أكثر من شهر من اغتيال خاشقجي بددت الغموضة الذي رافق أسابيع من التساؤلات من الرئاسة التركية إلى مسؤولي المخابرات والعد الأتراك تفصح نتائج التحقيقات استناداً إلى مصادر الدعاء العام التركي عن أن اتلاف الجثة وإزالة أشتائها أو بمعنى واضح محو كل أثر لها تم باستعمال حامد الهايدروفروليك وأحماض أخرى وأن مرحلة التنفيذ أي إذابة الجثة كانت في منزل القنصل مما يؤكد السيناريوهات التي تحدثت عن تقطيع أوصال الجثة ثم قيام فريق الاغتيال بنقلها إلى منزل القنصل قبل التخلص منها يؤكد مصدر بمكتب المدعي العام التركي للجزيرة أنه عثر في بيت القنصل السعودي على بقايا الأحماض المستخدمة وأن ذلك حدث بعد معينة البئر الموجودة في بيت القنصل وقنوات الصرف الصحي في المنطقة وكان الحديث عن اتلاف الجثة تواتر أكثر من مرة خاصة بعد إفصاح مسؤول تركي لصحيفة واشنطن بوس قبل أيام عن أدلة بايولوجية كشفها وجمعها فريق التحقيق التركي وهو ما فسر ما كشفته تقارير عدة بأن السلطات السعودية أرسلت فريقا آخر بعد قتل خاشقجي لإزالة الأدلة من مقر القنصلية ومنزل القنصل قضية خاشقجي التي بدأت باستدراجه إلى قنصلية بلاده في اسطنبول أظهرت مخططا معقدا استمرت تحضيراته طويلا كما تظهر التحقيقات ورغم اكتمال الصورة بشأن ما عرف بفريق الاغتيال ومهامه وطريقة تحركه فقد عبرت أنقرة عن عدم رضاها عن الاجتماعات مع النائب العام السعودي التي أبقت السؤال عن مكان الجثة دون جواب أما بعد الكشف عن مآل الجثة وأداة التخلص منها فستعود إلى الواجهة الأسئلة عن الخطوة التركية المقبلة جنائيا وسياسيا ويبقى سؤال وحيد دون جواب وهو من أمر بهذا المصير لجمال خاشقجي قبل أيام ناشد ابن خاشقجي السلطات السعودية من أجل الحصول على جثة واردهما المغدور وقالا إن كل ما يريدانه هو دفنه في البقيع بالمدينة المنورة وإكرام الجثة لكن التطورات الصادمة تشير إلى أن طلبهما لن يلبى دعي العالم يستبشع كما يشاء جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا دعه يصفها بالمروعة بالفضيعة وبأنها لا سابقة لها في سلوك الدول ائتمارا وتنفيذا وتقطيعا وإخفاءا للجثة فالقيادة السعودية تبدو في شغل آخر عن كل هذا إنها تصدر صورة للداخل والخارج مفادها أن كل شيء قد عاد إلى طبيعته فها هو الملك سلمان يقرر الخروج إلى شعبه في أول تطواف داخلي له منذ صار مليكا قبل أكثر من ثلاث سنوات يصل إلى منطقة القصيم مصطحبا ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن سلمان الذي يتهم العالم دون أن يسميه بأنه يقف وراء جريمة اغتيال خاشقجي غير أن الذين يرون ما وراء الصورة من منتقد السلطات السعودية لطريقة تعاملها مع اغتيال جمال سيرون في احتفال القصيم بالملك وجها من وجوه المحو العاطفي لآثار الجريمة عن أفئدة الناس تماما كما جرت عملية المحو المادي لآثار الجريمة داخل القنصلية والحال كذلك سيكون من العسير على القيادة السعودية إسكات ضجيج الأسئلة الطالبة إجابتها طلب القتيل قتلته إنها أسئلة كل يوم من أمر بقتل جمال وأين جثته وهي الأسئلة عينها التي لم يجد ابن جمال إجابة عنها عند الملك وولي عهده فترك البلاد كسيرا الخاطر بعد أن جئ به لتلقي العزاء في والده الذي لا يعرف الملك ولا ولي عهده جثة له ولا قبرى وفي الجوار غير بعيد خمسة عشر رجلا مارقا في وصف السلطات السعودية لو سئل واحدهم لأخبر من قتل ومن قطع ومن نشر وأين الجثة لكن السلطات السعودية لا تؤثر الصمت فقط بل ذهبت تطلب خلاصا من طريق آخر في وفاء للدين وللقصاص فقالت بحسب مصدر تركي مسؤول إنها على استعداد لدفع دية القتيل جمال خاشقجي تسلمها لورثته ولخطيبته التي لم يتزوجها وهذا توسع في الفقه ينسجم مع فكرة إصلاح مورث الدين والتحديث غير أن الدية تطرح مرة أخرى السؤال العصية من قتل ومن أمر ومن سيدفع هل سيدفع دون محاكمة الخمسة عشر رجلا مارقا جميعا دية جمال أم ستدفع الدولة نيابة عنهم ثم يعود السؤال الأكثر إحراجا للسعودية كرة أخرى أين الجثة فهي إما موجودة وسيكون أجذر بها وأكرم أن تدفن وتقبر وإما أنها تبخرت وسيكون أليق بخادم الحرمين الشريفين ومكانته أن يقطع في ذلك بقول يسكت التخرصات والتخمينات تلك كانت دائما مناشدات المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوان فما أكثر ما ترجى الملك سلمان أن ينتصر لقيم الدين والعدل في قضية خاشوجي غير أن عدم التعاون السعودي لكشف الجريمة وهو أمر تشك منه الأتراك كثيرا يشي بأن فكرة المروق السلطوي التي وقعت لخمسة عشر مسؤولا سعوديا فجأة وحملتهم حملا على قتل صحفيين غيلة في قنصلية بلاده ثم إخفاء جسده ثم العودة إلى السعودية مطمئنين إلى إنجاز المهمة كل ذلك يشي بأن هذا التصرف المارق ما كان له أن يتم دون مباركة من جهة عليا وكرة أخرى يعود السؤال من أمر بمروق المارقين وتنفيذ الإغتيال وهذا هو السؤال الذي تقف السلطات السعودية أمامه عاجزة صامتة تنزف كل يوم من ثقل وطأته على صورتها الدينية وعلى مصداقيتها وعلى سلوكها كدولة راشدة إنه السؤال الذي ما تنفق الحكومات الغربية تطلب إجابته لأن المنفذين لا يصدرون في أمر كهذا من تلقاء أنفسهم الرئيس الأمريكي الحليف الاستراتيجي للمملكة طالب السلطات السعودية ببيان الحقيقة وحذر من أن محاولة استغفاله ستكون بمثابة استغفال السعوديين لأنفسهم ألمانيا طالبت بكشف الحقيقة بريطانيا تلح في ذلك إلحاح فرنسا وهولندا وكندا وغيرها من الدول الغربية جميعهم يؤكدون على نحو ما استعدادهم للتعاون مع السعودية الدولة لا التعاطي مع القتلة فذلك عبء أخلاقي ثقيل ومع ذلك فالسعودية لا تعدم من يقف معها في محنتها هذه فقط انبرى رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نتنياه للدفاع عنها منبها إلى أن استقرار العالم يعتمد على استقرارها أما الدعم الآخر بنبرة أقل وثوقا فكان الرئيس المصري الذي دعا إلى تصديق السعودية فيما تقول وانتظار نتيجة التحقيق وإلى حين اتضاح نتيجة التحقيق البطيء الخطى ستظل الأسئلة تلاحق القيادة السعودية ملاحقة تصيب كل يوم من صورتها مصابة أما جمال خشقي فسيحيا مع كل سؤال عنه وسيظل فاعلا في الحياة مؤثرا فيها كما لا يفعل حي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر